موسيقى من فيكم عنده حلم؟ الذي عنده حلم يرفع يا رب؟ حلمتي أغلبنا نحلمه لو مشكلنا وأنا اليوم سأتحدث لكم عن حلمي حلمي كبير شوية حلمي نغير العالم ولو جزء بسيط ليش لأ؟ أحلام بالبلاش صح؟ عندي حب للعطاء نحب نساعد ونتمنى كل حد يحقق حلمه بس جلست وفكرت لو بنساعد حد يحقق حلمه لازم نحقق له جزء بسيط من حلمي لكن قبل أن نحكي لكم أنا وين نعيش أنا نعيش في منطقة حرب وزي أي إنسان يعيش في منطقة حرب حياتك عبارة عن ضربة حرب يمكن أن نوت في أي لحظة ويمكن أكثر شيء الإنسان يبيه لما يعيش في منطقة حرب هو الأمان والاستقرار أوقات يحس أنه غبي أصلاً الذي يحقق أحلام ويتمنى أن يحققهم لكن أكبر أكبر مخاوفي هو دائماً أني نفقد فرد من أفراد أسرتي أو أصدقائي أو حتى منزلي في غنب التعين ونخاف دائماً أني نرجع نكون نازحة من جديد لأن النزوح ممكن من أصعب الأمور التي الإنسان يجربها نخاف الجامعة السكر زي السنة اللي قبلها لما سكرت بسبب الأوضاع بس أنا إنسان عندها حلم ولو ربي يزرع فيها حلم سيساعدني الحق فقررت انتغاضى عن جميع اللي حواليك ونحاول نفكر بطريقة تساعدني نقرب من حلمي أكثر فجلست وفكرت ما هو الشيء اللي نديره اللي هيخليني غريبة من حلمي وطلعت بفكرة اليوتيوب لماذا اليوتيوب؟ عشان كنت تتابع في يوتيوبر وشفت كيف عندهم تأثير كبير في الناس ولما يكون عندك تأثير كبير في الناس ستصنع تغيير وستأثر في العالم فحبيت ندير نفس الشيء قررت نفتح قناة باللغتين العربية والإنجليزية عشان توصل للعالم كله بس واجهتني مشكلة مش الحرب لا ما عنديش أدوات ما عنديش كاميرا وعندي لابتوب قديم جدا جدا لدرجة ما نقدرش نحط عليه أي برنامج غير برنامج Windows Movie Maker برنامج Windows Movie Maker صاحباتي استعملين فيه عشان يحطن صور على أغنية كيف ممكن نقدم محتوى احترافي ونصنع تغيير Windows Movie Maker وعصات سيلفي وكاميرا موبايل محباش نفقد الأمل وخصصت فترة نبحث فيها كيف نقدم محتوى رائع ومؤثر بإمكانيات بسيطة نراعي فيهن المونتاج المحتوى ووجودة التصوير وبدأت نصور في أول فيديو لي كان عنوانا 21 شيء تعلمتها في 21 سنة بدأت نصور فيه وخذيت أسبوعين كاملات وأنا نصور ونحذف نصور ونحذف ونتعانا مع عصات سيلفي وكاميرا موبايل وزوايا التصوير ما حبتش واجد كان طريقة صعبة جدا للتصوير بس ما قالت لي يا رشا نزلي الفيديو وصوري فيديو ثاني وأبدأ تعلمي منك ودرت نفس الشي ودرت نفس الشي نزلت الفيديو وبصراحة ما كنتش عارفة شون توقع لكن ردود الناس كانت مشجعة شجعوني أني نستمر واستمرت وبعد ثلاثة أشهر من افتتاحي للقناة تواصلت معي فنان الدبلاج قالت لي أنها شافت فيديوهاتي بالصدفة وعجبها أدائي والمحتوى اللي نقدم فيه وقالت لي أن عندها فريق فريق دبلاجة وسبق وتعاون مع سبيس تون و سبيس باور وقالت لي لو أحب نقدم تجربة أداء ونكون من ضمن فريقها الدبلاجة طبعاً فرحت لأنني لحاة تون زلت نتفرج على سبيس تون فقدمت تجربة الأداء وعجبتها وقالت لي أن صوتي يشبه صوت الفنانة لينا ضوة التي أدت دور كيلوة في مسلسل القناص هل تصديقون ذلك؟ لأن محيطي هو أكثر مكان بحاجة للتغيير قررت أني نزل على أرض الواقع ونتطوع في أعمال خيرية وبعدها قررنا أنا وأصدقائي أن نفتح فريق خيري يهدف إلى إعادة تأهيل الشباب العاطل عن العمل ليكونوا أعضاء فعالين في المجتمع تطوعت مع الهلال الأحمر وعينت قائدة للفتيات وزهرات الهلال نسبة لخبرتي في الأسعافات الأولية وبما أني نحب الحيوانات قررت أن نتحلى بالشجاعة ونطلق مبادرة لإنقاذ قطط وكلاب الشارع لأن أمر الرأفة بالحيوانات شيء مهم جدا جدا وكان لازم من تسليط الضوء عليه درنا حملات توعوية بهذا الأمر والناس تفاعلوا معنا ومنظمة إنقاذ الحياة البرية والبحرية قرروا أنهم يدعمونا ونديروا حملة مع بعض حملة التطعيمات الحياة كانت ماشية تمام فكرتي بدأت توصل ولكن صار شيء تغير حياتي رأسا على عقل توفي والدي بمرض السرطان مثل أي حد يفقد فرد من أفراد أسرته أو أحد والديه الأمر أكيدا مش سهل وصلت للمرحلة وقيت قدامي خياري إما الاستسلام لأن الاستسلام شي سهل وإما أني مستمر وأنا قررت الاستمراء لأن عندي رسالة ولأن والدي كان فخور بي ويقول لي أن فكرتي بيوتيوب حلوة استمرت ونزلت فيديوهات بعد شهر تواصلت معي إحدى القنوات الليبية وعطوني عقد عمل كمذيعة ومعدة برامج أجلت الموضوع لأنني أريد أن أكمل دراسة الماجستير لكن حسيت أن الصوت يبدأ يوصل بعض المجلات الإلكترونية بدأت بالكتابة عني خطرها قلت لك أنني أطلعت أول يوتيوبر ليبيا شكرا لك شكرا لك وفي أسبوع واحد فقط أجريت ثلاث مقابلات تلفزيونية مع ثلاث قنوات الليبية مختلفة صوتي بدأ يوصل التعاب اللي تعبته معداش هباقه أنا اليوم نبيني أقول لكم لو إن عندكم حلم آمنوا بأنفسكم ثقوا بأحلامكم ابدأوا، خططوا، أنجزوا شكرا شكرا